نهارد نتكلم على نهاية الدوال الحقيقية او ما يسمى من Limits Limits يعني نهايات او حدود للدوال Limits يعني اختصار لكلمة النهايات او نقطة عندنا انه هو نهاية الدلة عند نقطة ولكن قبل ما ندخل في نهاية الدلة عند نقطة لازم نسترجع ونشوف بعض الحاجات المهمة اللي احنا لازم نحتاجها الاول اللي هو اه تصنيف يعني هنا لما نيجي نعمل تصنيف لنتيجة نتيجة علشان دي هتكون مهمة التعويض التعويض المباشر في اي دلة يعني هنا لما نيجي نعمل تعويض مباشر في اي دلة اللي هو التعويض مباشر اللي احنا عارفينه عادي اول حاجة نتيجة التعويض بدأت بتكون بنقول على ايه اول حاجة بنقول على كمية حقيقية كمية حقيقية يعني ايه يعني بيكون ناتج الدلة عدد ايه عدد حقيقة دي اول حاجة من نواتك او او يعني ممكن تقابلني لما ايجي اعود في دلة اول حاجة يطلع حاجة ما يسمى بكمية حقيقية او يكون الناتج عدد معترف فيه او معرف عدد دي عدد حقيقي يعني مثلا عندي دلة فف اكس بالساوي اتنين اكس زائد كام زائد واحد يعني مثلا لو افترضنا انه عندي هنا اخترنا اي قيمة اختيارية اي قيمة اختيارية ولتكن ال اكس بكام ال اكس بواحد كده انا هعود فين هعود في الدلة دي ويشي ال اكس وحطه واحد يبقى عندي اتنين اكس زائد كام طبعا نعود على ال اكس ساعتود تعود مباشر يبقى ال اكس بواحد يبقى اتنين في واحد زائد تلاتة يبقى بالساوي هنا اتنين في واحد بكام باتنين زائد تلاتة بيساوي كام بيساوي خمسة هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه نتيجة نتيجة الدلة هنا بنقول دي بنقول على كمية حقيقية بنقول على عدد حقيقي وفيها هذه الحالة الدلة دي بنقول الدلة معرفة عندما عندما X بتساوي كام X بتساوي 1 اي اول حاجة ممكن تنتج لها من خلال التعويض المباشر في الدلة هو ان تكون النتيجة كمية كمية حقيقية يعني مثلا لو خدت مثال اخر خدت مثال اخر وقلت انا عندي ايه انا عندي دلة F of X بتساوي طبعا الدلة بتاعتي بتساوي كده عندي X ناقص 1 وعندي المقام 3X ناقص 2 وبختار اي قيمة مثلا اي قيمة اختيارية انا دلوقتي بعمل تعويض مباشر عن ال X بتساوي 2 يعني حد اقول ليش معنا ال 2 انا قلت انا بشوف تعويض المباشر فبختارت قيمة يعني اشوف اضرب بيها مثال ولا تكون اتنين احنا بكون واحد ااخد 3 ااخد 4 انا دلوقتي خدت بعوض عن X باتنين يبقى بالساوي X ناقص 1 اللي هو نعوض مباشرة عن X باتنين يبقى 2 ناقص 1 على 3 في 2 ناقص 2 ده تعويض مباشر وعملية حسابية 2 ناقص 1 بالساوي 1 على 3 في 2 يبقى ب6 ناقص 2 يطلع الناتج بتاعي 1 على كام 1 على 40 انا المهم دلوقتي بقول ان الناتج ده او النتيجة اللي انا حصلت عليها ده ده عدد حقيقي ده عدد ده حقيقي ففي هذه الحالة بنقول على الدلة بتاعتي ان هي دلة معرفة والنتيجة بتاعتها كمية ايه كمية حقيقية فلو خدنا بسال تاني وقلنا عندي دلة اخرى ولتكن X F of X بالساوي عندي هنا 2 X ناقص 6 مثلا على X زائد 4 واخدنا وليكن وليكن ايه وليكن هنا اخد X مثلا بتساوي 3 واخدنا مثلا X من المرة دي بتساوي 3 بالفرض فردت X بتساوي 3 فهاجي هعمل تعويض مباشر طبعا هنحتاج تعويض المباشر كتير في النهايات لذلك احنا بنصعر التعويض المباشر للدلة ان انا اعوض عن قيمة X مثلا ولتكن بتلاتة يبقى 2 في 3 ناقص 6 على 3 زائد كام 3 زائد 4 هنا هيساوي طبعا هنا لما اقول 2 في 3 يبقى 6 6 ناقص 6 يبقى بيساوي 0 وهنا هيبقى كام هيبقى 7 طبعا هنا هيطلع 0 على 7 وخال بانا هنا 0 على 7 يبقى النتيجة بتساوي 0 خلي بانا النتيجة دي بتساوي 0 وطبعا الصفر ده عدد حقيقي يعني النتيجة لما يطلع 0 على 7 يساوي 0 الصفر ده برضو يعتبر عدد عدد حقيقي يعتبر عدد حقيقي عشان ممكن الناس يقول لك الصفر ده يبدل الصفر ده قيمة حقيقية الصفر ده قيمة حقيقية زي زي اي قيمة عددية يبقى انا دلوقت اول حاجة بعوض في الدلة احد النواتج الممكنة النواتج كوي قيمة الدلة الناتجة عبارة عن عدد من العدد الحقيقية ساعتها بنقول ان الدلة دي معرفة ونتجتها قيمة حقيقية طيب هل ممكن يقابلني نواتج اخرى خلاف ذلك اه طبعا ممكن وزي ما بنقول مثلا هنا عندما تكون الدلة غير معرفة وفي عندي هنا النوع الثاني من التعويض المباشر قد تكون نتيجة الدلة كمية غير معرفة يعني كمية غير معرفة يعني عدد غير غير حقيقي عدد غير حقيقي وفي هذه الحلقة بنقول ان الدلة غير معرفة على سبيل المثال لما نيجي نقول عندي مثلا ايه f of x ولو ناخد مثال لدلة بالشكل ده اللي هي مثلا ايه 6x نقص 1 على x 4 نقص 4 ومثلا انا افترط او عند عندما ال x بساوي كم بساوي 2 باج اعوض هنا في الدلة بتاعتي ادي f ال 2 فيطلع عندي تعود مباشا وحسابات عادية جدا وهنا انا بصنف القيم الناتجة عندي هنا 2 تربيع ناقص كم ناقص 4 هيبقى عندي 6 في كم 6 في 2 12 12 ناقص 1 يعني حسابات عادية جدا على 4 ناقص 4 يبقى هنا بيساوي كم بيساوي 11 11 على كم 11 على 0 هو حد يجي يقول 11 على 0 دي بيساوي 0 هو حد يجي يقول 11 على 0 بيساوي 0 كده يبقى انت بتقول كلام غير سليم ليه بقى ان 11 على 0 عندما يكون المقام يساوي 0 فده بنقول عليه عدد غير حقيقي والدلة بنقول عليها غير معرفة ده عدد غير حقيقي والدلة هنا بتكون غير معرفة يعني يعني يجب ان احنا نستبعد العدد اللي هو اكس بيساوي 2 من المجال زي ما احنا شفنا قبل كده يبقى عندما يكون ناتج الدلة عدد على 0 في الحالة دي بنقول على الناتج ده ونصنف على ان هو دلة غير معرفة يعني عدد غير حقيقي في الحالة دي الدلة قلنا عليها غير معرفة ده لما بتكون نتيجة التعويض او نتيجة قيمة الدلة هي عدد على صفر طيب عندنا النوع ثالث من قيم الدلة اللي ممكن تحصل عندي نوع ثالث من قيم الدلة وهو بنقول على كمية غير معينة كمية غير معينة طيب ايه كمية غير معينة ده لما بنبص عندي مثلا مثال زي كده وبنقول مثلا عندي دلة بالشكل ده انا بوريكم الحالات اللي هي ممكن تقابلني بعد كده في عملية التعويض المباشرة للدلة هيكون احد النواتج من النواتج اللي احنا بنقول عليها دي يعني احد النواتج هيكون من النواتج او حالة من الحالات اللي احنا بنقول عليها لو خدنا هنا الـ X بيساوي 1 الـ X بيساوي 1 نجينا هنا نعوض عن الـ X بيساوي 1 هنوصل لاننا عندي 1 ناقص 1 على 1 تربيع ناقص 2 مضروبة في 1 زائد 1 طبعا 1 زائد 1 في البص هيطلع بيساوي كم بيساوي 0 زائد 1 فهنبص نلاقي بقى طلع عندي هنا 0 وهنا 2 و 1 2 وهنا 2 فهنبص نلاقي بقى طلع عندي هنا 0 وهنا 2 1 زائد 1 2 ناقص 2 يطلع 0 على 0 1 ييجي كده يقول ايه 1 يجي يقول 0 على 0 ويساوي 0 اه انا بأكد اه او حد يجير كويمة زائد كده يقول 0 على 0 فساوي 0 اقول الكلام ده غير مظبوط وغير سليم لبقى لان اذا حصل وطلعت كويمة تدلق بالشكل ده فده بنقول على ايه كمية غير معينة كمية غير ايه كمية غير معينة طبعا الفرق منها وبين اللي هي القيمة السابقة طبعا هنا طالما المكان بيساوي 0 يبقى ايضا الدلة غير غير ايه غير معرفة الدلة غير معرفة ولكن طبعا الدلة غير معرفة ايضا يعني هنا 0 على صفر بنقول كمية غير معينة انما القيمة السابقة اللي هي كانت عدد على صفر انها كمية غير معينة بنلاحظ الفرق بين المصطلحات وبين الالفاظ لانها هتختلف في المعنى في حالة النهيات انا دلوقتي طول عندي عدد على صفر زي الحالة اللي فاتت لكمية غير معرفة ده يعني الدلة غير معرفة وايضا لما الدلة تطلع صفر على صفر بنقول على كمية غير معينة ولكن في الحالتين الدلة غير معرفة لكن في الحالتين الدلة غير معرفة يعني لو خدنا مثال اخر لدلة يعني قيمتها بنقول عليها دلة غير معينة او قيمة غير معينة اللي هو إيه بقى اللي هو مثلا ولتكون F of X بالساوي مثلا بنقول 3X ناقص 6 على مثلا X تربية أو مثلا X ناقص 2 تعالوا كده عوض عن X هنا خد X بالساوي 2 هنا هيطلع عندك البص بالساوي 0 يعني لما نجي نعوض كده هيطلع عندي F2 بالساوي هيبقى 3 في 2 ناقص 6 على 2 ناقص 2 طبعا هيطلع البص 6 ناقص 6 وهنا المقام ناقص 2 هيبقى هيسوي كام هيبقى هيسوي 0 على 0 وطبعا هنا زي ما قلنا وأكدنا إن كمية أو الشكل ده من الناتج بنقول عليه كمية غير معينة كمية غير معينة خلي بقى لنا طبعا المقام بيسوي 0 يبقى أيضا في الحالة دي الدالة غير غير ايه غير معرفة ولكن أيضا الدالة غير معرفة ولكن هتفرم معايا في النهايات ولأنا باتكلم على إن احنا هنخش دلوقتي فين في النهايات طيب يبقى احنا كده ملخص اللي احنا قلناه إن نواتج التعويض المباشر هتنقصم إلى ثلاث أشياء نواتج نواتج التعويض المباشر في الدلة نواتج التعويض المباشر في الدلة هتقام هيطلع عندي ثلاث حاجات ايه هو يطلع عدد حقيقي ماشي دي أول حالة يطلع ايه يطلع عندي عدد حقيقي طيب يطلع عندي اللي هو عدد على ايه على على صفر على صفر ده قلنا كمية غير معرفة والدلة بتكون ايضا غير معرفة طيب عندنا الحالة التالتة اللي هو ايه بقى اللي هو صفر الحالة التالتة اللي هو صفر على ايه صفر على صفر ده بنقول عليها ايه كمية غير غير ايه غير معينة ونلاحظ الاختلاف في تصنيف النتيجة يبقى عندي اول حاجة اما ناتج التعويل بتاعي يكون عدد حقيقي وهنا بتكون الدلة ايه بتكون الدلة معرفة في الحالة دي عندي عدد على صفر دي بنقول عليها كمية غير معرفة والدلة بتكون غير ايضا غير معرفة او غير معروفة وهنا كمية غير معينة اللي هي صفر على صفر وايضا الدلة بتكون غير معرفة يبقى دلوقتي شفنا ازاي لما اعوض في اي دلة في الدنيا لازم انا يكون النتيجة بتاعتي عبارة عن حاجة من الاشكال التلاتة اللي هو الدائم دي نيجي بقى النهاردة لنتكلم على ايه على اول نقطة معنا اللي هو نهاية نهاية الدلة عند ايه عند نقطة نهاية الدلة عند نقطة اول حاجة اختصار النهاية فين في السؤال بيبقى كلمة ايه بيبقى كلمة ايه بيبقى كلمة ايه لما بنيجي نكتبها في السؤال limit يعني النهاية بيكون اختصارها الم بس احنا بنقراها limit يعني الم دي كده بنقراها ايه بنقراها ايه نقراها احنا بنقول limit دي خصصار لكلمة ايه النهاية النهاية الدلة عند نقطة يبقى بيجي لكده ادي limit دي limit اللي هي الم بتقرأ كاملة limit F Hope اللي هي ايه اللي هي ده اللي عندي هوت ده اللي عندي وهنا x هنا تقول او تقترب السهم ده يعني ايه انها تقول او تقترب من العدد ايه從 العدد ايه قال terminها دي عنده نقطة limit لما x تقول ايه اللي بيساوي f ايه يعني ايه الكلام ده يعني بيساوي تعويض مباشر يعني هنا limit بتاعتي بتتحول الى تعويض مباشر limit بتاعتي limit بتاعتي بتتحول الى تعويض مباشر اهو limit بتاعتي بتتحول الى تعويض مباشر يعني ايه الكلام ده يعني بساطة جدا لو جي قال لي مثال زي كده اهوت مثال رقم واحد قال لي انا عايزك تجيب المت يعني نهاية الدلة بتاعتي اللي هي عندما اكسي تقول اتنين ويديني اتنين اكس زائد اه زائد خمسة يديني الدلة بتاعتي اتنين اكسي زائد خمسة قال لي اللي المت يعني نهاية الدلة لما ال اكسي تقول دي معناها اه دي معناها تقول يعني اه يعني رايحة للاثنين او تقترب تقول او تقترب من الاثنين اللي بقى ايه انا هجيب كيمة الدلة عند الدلاثنين يعني بقى نهاية الدلة بيتم حسابها عن طريق التعويض المباشر اهو بس بسيطة نهاية الدلة بيعني ايه يعني نقول عندي هنا ايه اف في اثنين بيساوي اثنين في اثنين هنا زائد ايه زائد خمسة وهنا بيساوي كم بقى وهنا بيساوي اربعة زائد خمسة بيساوي كم بيساوي تسعة ايه نوع النتيجة دي ده عدد حقيقي عندما يقول تكون تكون نتيجة التعويض المباشر عدد حقيقي تكون النتيجة هي نهاية الدلة يعني معنا كده ايه يعني دلوقتي عايز اجيب نهاية الدلة رقم واحد او الخطوة الاولى او الخطوة الاولى ان انا ايه ان انا اعوض فين في الدلة بتاعته يعني ايه الكلام ده يعني لو جيه قال لي ايه لو جيه قال لي رقم اتنين عايز هنا عايز هي limit عز limit اللي هو نهاية لما اكسي تقول لتلاتة ورح جاب لي كده اكسي تربيع ناقص اتنين على اتنين اكسي ناقص كام ناقص واحد عايز الليمت هنا بقى ايه الاكسي تقول لكام تقول لتلاتة احنا بنقول ان العلوان بتاعنا نهاية الدلة عند ايه عند نقطة اه هي التلاتة دي هي النقطة نحن بنتكلم على نهاية الدلة عند نقطة نهاية الدلة عند نقطة فتسوي على طول يبقى limit لما اكس تقول لتلاتة ودي عندي الدلة اكسي تربيع ناقص اتنين على اتنين اكس ناقص واحد يبقى الكلام ده يبقى الدلة تقولي كام او الاكس تقولي كام يبقى الله الكلام ده يسبق ف3 والدلة الموجودة يبقى 3 تربيع ناقص 2 يبقى هنا 2 في 3 ناقص وناقص واحد 2 في 3 ناقص واحد يبقى هنا 9 ناقص 2 على كان بقى اتنين في تلاتة بستة ناقص واحد هيطلع برافو اللي هو كان بقى سبعة على خمسة طول ما الناتك بيسوي عدد حقيقي يبقى نقدر اقول له ان لمت لما الاكس تقول لتلاتة اللي هو الاكس تربية ناقص اتنين على اتنين اكس ناقص واحد هنا بيسوي كام هنا بيسوي سبعة سبعة على خمسة طيب ملحوظة كده ملحوظة كده ملحوظة ان نقولها اذا كان اذا كان نتيجة التعويض نتيجة التعويض المباشر التعويض المباشر في الدلة نمعطي يعطي قيمة يعطي قيمة حقيقية يعطي قيمة حقيقية اذا كان نتيجة التعويض المباشر في الدلة يعطي قيمة حقيقية فانها اذا كان نتيجة التعويض المباشر في الدلة بتساوي قيمة حقيقية يبقى تعتبر دي نهاية نهاية الدلة عندها نقطة طيب في عندنا مثلا يجي يقول لي ايه يقول لي طيب انا عايز ايه بقى انا عايز نهاية مثلا ناخد مثال ليه مثلا عندي اتنين لمت مثلا اكس تربيع ناقص تسعة على ايه على اكس ناقص كام ناقص ايه ناقص سلاتة ولما الاكس بتقول لسالب ايه لسالب تلاتة لما نيجي نجيب قيمة الدلة دي او قيمة النهاية دي قلنا هنجيبها ازاي هنجيبها عن طريق تعويض المباشر اف سالب تلاتة يبقى بالساوي سالب تلاتة تربيع ونركز في الحسابات علشان الاشارة بتاعتي وهنا سالب تلاتة ناقص تلاتة وهنا بتساوي كام طبعا سالب تلاتة تربية بتسعة يبقى تسعة ناقص تسعة على سالب ستة طبعا تسعة ناقص تسعة بكام بصفر على كام بقى على سالب ستة طب ده يساوي كام يساوي صفر طيب ده ينتمي الار ولا ينتمي الار ينتمي الار يبقى هو ده نهاية نهاية الدلة طالما النتيجة بتاعتي تنتمي الى العداد الحقيقي يعني عدد حقيقي يبقى هيا دي نهاية الدلة بالساوي كام بالساوي صفر طيب اي امثلة بالشكل ده ممكن يجي يقول لي عند limit مثلا X تقول ل2 يجي يقول لي T 2X زائد مثلا 11 2X زائد 11 المسألة جدا قال لي مهما كانت قيمة الدلة مهما كانت قيمة الدلة طبعا هنا في المسألة اللي فات بناخد بالنا ان الX تقول لسالب 3 وليس ايه وليس 3 ناخد بالنا من النقطة سالب 3 طيب هنا عندي دلة مهما كانت قيمة الدلة مهما كانت قيمة الدلة وانا عاوز اجيب النهاية بعوز فيها تعويض ايه تعويض مباشر X تقول ل2 يبقى يعود عن الاسب كام باثنين في الدلة المطلوبة يبقى هنا كام يبقى اي قس اتنين في اتنين زائد كام زائد حضاشر يبقى بالساوي اي اللي هو طبعا الاي اللي هو shift lin shift lin اللي هو على الالة shift lin اللي هو الاي هنا هنعود الاتنين في اتنين بكام باربعة زائد كام حضاشر وطبعا هنا اللي هو يبقى اي اتنين هبقى اي اتنين 15 طبعا الاي دي دل اصية والدل اصية دايما موجبة او بتديني اعداد حقيقية وده طبعا ياما نسيبها كده ياما نجيبها رقم 10 مش هتفرق معنا المهم من ان القيمة دي تنتمي ال اي تنتمي ال ار يبقى ها دي نهاية ال اي ها دي نهاية الدل اي اتنين اي اتنين 15 في بعض الاحيان بقى بتوصل تلقي بيجيب لي اي جيب لي اي دلة اي دلة مهما كان عوض فيها بمثلا بمثلا بكم بخمسة يجيب لي كم لغارت لغارتنا مثلا 18 x زائد كم زائد 10 هنا هوت لغارتنا 18 x زائد 10 لما ال x بتسوي كم بتسوي كم بتسوي 5 ولا تفرق معايا اي شكل من الدلة انا دلوقتي يبقى ليه تعويض مباشر هنعوض على طول يبقى 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 للغارت هنعوض على طول يبقى دي اللغارتنا وهنعوض 18 مضروبة في كم مضروبة في 5 بعد كده زائد كم زائد 10 هتجد نحسب عندي عادي قالص ادي اللغارت من الاول نحسب اللوه دامه 5 في 18 بكم بتسسين اهو بحسبها بالتفصيل وانت تقدر تحسب العامل تقدر تحسب العامل الحساب يدي بالقالة سهلة جدا زائد 10 ماشي سايه بقى بيسوي كم بيسوي لغارت نجمع الاول ويطلع لغارت ما مية لغارت ما مية عندك الا وتقدر تجيبها باستخدام اللغارت مات او الالة فتطلع بيسوي كم بيسوي اتنين برافو هنا النتيجة طلع كم اتنين النتيجة ده عدد حقيقة يبقى خلصة الموضوع وهو ده نهاية الدلة اللي هو نتيجة الايه التعويض يبقى اول ملحوظة اذا كان نتيجة التعويض بتاعة كمية حقيقية فهو ده نهاية الايه نهاية الدلة طيب تعالوا بقى اخد بقى ايه مثال اخر هو تعايزين نجيب نهاية لما اكس تقول لسبعة وهنا بنقول ايه بقى عندي مثلا اكس تربيع نقص ثلاثة ايه نقص ثلاثة اكس على مثلا ايه اكس نقص كام اكس نقص سبعة عايزين نجيب نهاية الدلة دي تعالوا هنعمل ايه بقى خلاص بقى بقى عندنا حاجة اساسية نهاية الدلة يعني ايه يعني تعويض مباشر نهاية الدلة يعني ايه تعويض مباشر يعني نهاية دلة هو ملخص وتعويض مباشر يبقى بيساوي هادي سبعة تربية ناقص كام ناقص ثلاثة في سبعة تعويض مباشر بحسابات عادية على سبعة ناقص سبعة طيب هنا بقى ما نروحش على الآلة لأن الآلة هنا تطلع لكيمية غير معرفة لأنه عند هنا تسعة وإيه تسعة واربعين تسعة واربعين ناقص ثلاثة في سبعة بكام بواحد وعشرين طيب هنا سبعة ناقص سبعة بكام بسفر طيب تعال اكمل حساب كده تسعة ناقص واحد أهدينك تمانيهم واربعين ناقص اتنين باتنين ماشي يعني تمانية وعشرين على كام على صفر يبقى دي بنقول عليها في النواة تجدل نقول عليها قلنا عليها قلنا عليها أن دي اسمها كمية كمية غير معرفة طيب لو كان لو طلع الناتج بالشكل ده على طول خلي بالنا بقى يبقى معنى كده ايه إذا طلع الدلة كمية لا هنا ده هنا يبقى نفرق احنا قلنا هنا نفرق المعرفة عدد على صفر الغير معينة اللي هي صفر على صفر نفرق ما بين الاتنين لأن الاتنين الدلة غير معرفة الدلة نفسها غير معرفة لنما مسمى الناتج يختلف مسمى الناتج ايه يختلف دي بنقول على كمية غير معرفة دي تفرق معايا فين وتفرق معايا في النهايات هي هنا الدلة غير معرفة 28 على صفر الدلة غير معرفة دي مفهاش كلام إنما دي اسمها كمية غير معرفة وفي الحالة دي نركز بقى في الحالة دي الدلة هنا قررنا يبقى ايه كررنا يبقى الدلة ليس له ايه ليس له هنا سنركز عشان هيختلف خلي بتقلنا احنا قولنا دي كمية غير معرفة أول ما مقام الدلة يطلع بسcheع صفر بتكون الدلة نفسها بنقول الدلة غير ايه غير معرفة في الحالة دي بقى كمية غير معرفة الدلة ليس لها ايه ليس لها نهاية الدلة ليس لها نهاية يعني لو قابلنا نتيجة بالشكل ده خلاص امر محصول ودلة عندي ايه لا نهاية يبقى احنا هنا ايه ليس لها نهاية طيب احنا نقول ممكن نقول ملحوظة ملحوظة كده على جنب اتنين ملحوظة اتنين يتقول ايه اذا كان اذا كان ناتج التعويض المباشر في الدلة اذا كان ناتج التعويض المباشر بالنقطة ويساوي عدد على صفر في الحالة دي على طول اوتوماتيك كده يبقى الدلة دي ليس ليس لها ايه ليس لها نهاية يبقى الدلة ليس لها نهاية خلاص الامر حسم والدلة بالشكل ده ليس لها ايه ليس لها نهاية عشان يبقى احنا اول حالة بتاعتنا حالة واضحة جدا وما فيهاش اي ايه اي مشكلة تعالوا بقى ايه تعالوا ناخد مثال اخر ناخد مثال اخر ايه ونتصرف ازاي هنا بقى ايه هنا لمت لما اكس تقول لتلاتة وبنقول ايه بقى ونقول اكس تربيع اكس تربيع ناقص ناقص كام ناقص خمسة اكس زي الستة على اكس تربيع ناقص كام ناقص تسعة يلا بقى هجيب النهاية دي او ازاي نجيب النهاية احنا طبعا فيه حاجة مسلمات كده دي حاجة زي المسلمات اللي هي ايه اللي هي اول ما اجيه لنهاية بعود تعود مباشر دي من المسلمات يعني ناخد بالنا ونأكد على الجزئية دي عندي نهاية الدلة يبقى من المسلمات ان انا اعمل تعويض ايه اعمل تعويض مباشر طيب تعالوا بقى نعمل تعويض مباشر اللي مين اخلي بالنا اللي بمين بثلاتة ادي تلاتة اللي هي النقطة يبقى عوض ادي تلاتة تربية اهو خمسة في كام في تلاتة خمسة في تلاتة زائد كام زائد ستة هنا تلاتة ايه هنا تلاتة تربية اهو ناقص كام ناقص تسعة وهنا نكمل حساباتي هوت ويفضل عدم الحساب مرة واحدة بالآلة لان هنا الآلة هتطلع لك مسئرور ليه بقى لان هنا عندك هنا تسعة ناقص تلاتة في خمسة بكام بخمسة عشر وهنا زائد كام وهنا زائد ستة وهنا يبقى كام وهيبقى تسعة ناقص تسعة اهو تعالوا بقى نحسفه واحدة واحدة كده هيطلع ان تسعة وستة كام خمسة عشر يعني تسعة وستة خمسة عشر ناقص كام ناقص خمسة عشر وهنا تسعة لتسعة ناقص تسعة بكام بسفر تسعة ناقص تسعة بكام بسفر يعني ناتجة يطلع كام ناتجة يطلع سفر على سفر طب هنتضل هنا غير معرفة أيضا دل غير معرفة دل غير معرفة إنما احنا قلنا النتيجة دي سميناها إيه سميناها كمية كمية غير غير إيه غير معينة كمية غير معينة ده معنى إيه إيه خلاص التعويض المباشر لن يفيد في إيجاد نهاية في إيجاد نهاية الدل هنا بقى ايه الفرق بينها وبين الناتج اللي فات اللي هو ده كمية غير معرفة ده ايه كده ده قلنا كده الدلت كده ليس لانيها طيب تمام عندي دي بنقول عليها كمية غير ايه كمية غير معينة كمية غير معينة بس هنا الفرق ما بين الحالة دي والحالة السابقة ان الدل هنا الدل هنا قد يكون قد يكون لها ايه لها نهاية يعني هنا بقى المرة اللي فاتت في الحالة دي الغير معرفة قلنا هنا الدل قاطعة يعني خدنا قرار قاطع ان الدل خلاص ليس لانيها اذا طلع كده ليس لانيها طيب انما طلع صفر على صفر لا هنا بقى الدل دي كمية غير معينة الدل غير معرفة ولكن الدل قد يكون لانيها طيب ساعتها بقى هعمل ايه طيب لما يطلع عندي صفر على صفر لا دي كده لسه دي كده لسه كلام مخلص لما يطلع ناتج صفر على صفر لا كده لسه كلام مخلص ما داشت اخد قرار دلوقتي ما داشت اقول الدل ليس لانيها زي الحالة اللي فاتت نفرق هوت ونوضع عدد على صفر خلاص دي كمية غير معرفة ونقفل الموضوع والدل ليس لها انهاية طيب هنا قالك لا صفر على صفر كمية غير معينة الدل غير معرفة ولكن الدل قد يكون لها ايه قد يكون لها انهاية قالي طيب يعمل ايه قالي فيه حاجة اسمها ايه اسم انت عندك البسط والمقام دي طلع بصفر ركزوا بقى في الجزئية دي لان اهام جزء عندنا في النهايات هي جزئية دي هي جزئية دي هنا بقى بيقول لي ايه بيقول لي انت عوضت الاسب كام عوضت عن الاسب كانت بتقول لي كام كانت بتقول لي 3 طيب لو انت رجعت التلات هنا لو رجعت التلات هنا طبعا السامة دا زي وزي يسوي بالزبط زي وزي يسوي يعني بيتعامل ما تلاتة اقول لي تلاتة ماشي هو يتم معاملة الاي معاملات اليساوي يعني ايه معاملات اليساوي يعني لم تنقل لي التلاتة دي بشارة مخالفة هنا يطلع لك ايه يطلع لك اكس نوع السلاة وكده هيبقى يقول لي مين هيقول لي صفر طيب فاول ما يطلع عندك الناتج صفر على صفر اعمل الحركة دي ليه بقى اعمل الحركة دي هقولك لايه اللي ان اول ما يطلع الناتج عندك صفر على صفر يبقى الموضوع لسه مخلصه وفيه كلام تاني وعندي نتيجة دي بنقول عليها كمية غير معينة والدلم قد يكون لها نهاية طيب تعمل ايه بقى عشان اشوف ايه اللي حصل ايه الموضوع ايه الدلم يطلع صفر على صفر الليه ليه كمت التعود طلع صفر على صفر تروح جايب تشوف بص كده للسؤال يعني ده من السؤال اه ابص للسؤال ده اكس كانت تقول لي كامل وليه ثلاثة طيب لو رجعنا الثلاثة ده بشارة سالف يبقى هنا اكس نقص ثلاثة تقول لي مين تقول للصفر يبقى هو ده بقى الايه هو ده بقى سبب المشكلة اللي هو مين اللي هو اكس نقص ثلاثة هو ده اللي قال لي مين هو ده اللي رح لمين هو اللي رح لصفر وهو اللي خلى نتيجة التعويض في البص صفر وفي المقام صفر ده بنقول علي ايه بقى نسميه احنا العامل العامل الصفر واحدة يسألني وانا لازم اعمل الكلام ده لا مش لازم انت تعمله طب انت بتقوله اقولك ده توصيف المشكلة وانا لو اصفت المشكلة بيستاعدني في الحل يعني انا ممكن احل من غير ما اعمل الكلام ده اقولك هتحل بس انت هتبقى مش عارف انت بتحل ازاي او رايح فين وجاي منهم انما لما اعمل الحتة دي دي حتة فنية يعني ايه يعني اول ما يطلع عندي الناتج بتاعي 0 على 0 يبقى هو فين المشكلة يبقى ايه المشكلة ايه اللي خلت ده لا تطلع 0 على 0 هو ده طيب ايه بقى الخطوة المتبعة لبعد كده قالك احنا قلنا لما يطلع الناتج بتاعي 0 على 0 الموضوع مخلص بدور بقى وابحث كده هدور بقى المشكلة سهلة جدا اننا اتعرف عليها وطالما اتعرفت عليها يبقى هنا ايه يبقى اقدر اعالج الموضوع طيب انا لو عملت الحتة دي يعني لو عملتها يبقى كويس لو عما عملتاش هروح اقول لكم نحل ازاي برضو من غير يعني ما ايه عشان الواحد يقول لي طيب انا ايه لو ما عارفتش اعمل الحتة دي اعمل ايه هقول لك عادي خالص ولا اكن في حاجة ولا تعتبر الموضوع فيه مشكلة عندنا بس احنا دي سهلة هنا اكس تقول لي 3 يعني اول ما يطلع 0 على 0 بروح ايه المشكلة ايه اللي حصل طبعا الموضوع مخلص زي ما قولنا تروح انت تبص تقول لي ده اكس كانت تقول لي كام لتلاتة لو رجعتها كده يبقى اكس نقص ثلاثة تقولي السفر هو ده هو ده اسمه العمل اللي ايه العمل السفر هو ده اللي سبب السفر في ايه في البسط وهو ده السبب في السفر في ايه في المقام يبقى هو اكس نقص كام اللي هو اكس نقص ثلاثة يبقى انا هدف يبقى القادم ايه 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 هدف القادم علشان اجيب النهاية علشان اعرف ان الدل ليه النهاية ولا لأ قال لي في الهدف القادم ليه ان انا اتخلص من هو ده موجود ده موجود في البس لان هو السبب في ان البس بسفر وموجود في المقام لان المقام طلع بسفر طيب هو ده السبب بتاعه هو ده المشكلة بتاعته هو ده ان هو مين اكسنا السلاتة يباني شغل الشاغل وهدفي دلوقتي ان انا اتخلص من اكسنا السلاتة في البسط وفي المقام طيب واحدة يسألني يقول ايه طيب احنا ما عندناش في المسألة اصلا ايه ايكس نقص ثلاثة يبقى جبت بقى الكلام ده منين ادي المسألة هاي تاني اللي هو ايه اللي هو ايكس تربيع نقص خمس ايه خمس ايكس زائد كام زائد تسعة على كام بقى على ايكس تربيع نقص دي ستة زائد ستة على ايكس تربيع نقص كام تسعة واحد يقول لي طيب انت عملت كده وتن ايكسي تقول لي ثلاثة ورجع الثلاثة ورد كده يبقى ايكس نقص ثلاثة يبقى هي اللي تقول لي السفر وتن هو ده العمل اللي ايه هو ده سبب السفر اللي ايه اللي طلع معي هو ده السبب هو ده السبب ويجب التخلص منه ويجب التخلص منه واحد يقول لي ايه اقول لي ما ان المسألة قدامي اصلا ما فيهاش ايكس نقص ثلاثة فوق وما فيهش اكس ناصلاته تحت طب انت جبت الكلام ده منين هقولك اصبر بقى شوية كده فيه موجود اكس ناصلاته انا متأكد حتى لو مش ظهر قدامي انا بقى اقدر اظهره بمين اول طريقة تقدر تظهر بيه اللي هو ايه اللي هو العامل السفري اللي هو الايه التحليل فكل ايه فكل تحليل المقادير تحليل المقادير يبقى اول حاجة يطلع عندك صفر على صفر تقدر تتحدد العامل السفري خير وبركة وقلنا ازاي نعرفه ونحدد ايه ونحدد العامل السفري ونحط ادنى عليه وهذه المسألة يبقى شغلي الشاغل ايه هو التخلص من اكس ناصلاته بسطا ومقاوما طيب انا زي ما قلت دلوقتي حد هيرد علي وقل لي ايه طب هالمسألة قدامي هيت ويدل في البسط مفاش اكس ناصلاته والمقام ايه ما فيهاش اكس ناصلاته تقولك لا طالما انها تكتلع صفر على صفر يبقى العامل السفري ده موجود بس متخفي موجود ازاي ازاي متخفي ازاي انا بقى اقدر يظهره ازاي اقدر يظهره عندي طريقة من طرق اظهار العامل السفري وهو مين وهو التحليل تعالوا بقى نتذكر مع بعض اول حاجة طالما انا لسه ما عوضتش يبقى المفروض ان لمت اكس تقولي 3 زي ما هي كده وتعالوا بقى نشوف هنا ده اسمه ايه ده نرجع التحليل نرجع التحليل ده اسمه المقدار الايه المقدار السلاسي طريقة تحليل ازاي يحلل الى ايه الى كسين وخلي بالك بقى ميزة ان انت بتحلل وانت عارف ميزة انت بتحلل وانت عارف عارف العامل الى ايه العامل السفري دي ميزة مهمة جدا بقى للناس اللي بتحب تركز مع بعض كده مع بعض اللي هو ايه بقى اللي هو انا وتأكد ان لازمن يطلع لده لازمن ده يطلع في التحليل ازا ما اطلعش ده في التحليل يبقى انا كده عندي حاجة غلط يهي يبقى انا هنا اكس تربيع نقص خمسة اكس زائد تسعة بدا قلنا عليه مقدار ايه مقدار سلاسي يتحلل الى اكس مضروبة فين مضروبة في اكس ثم عايزين عددين حاصل ضربهم اه موجة بستة ومجموعهم سالب كام مجموعهم سالب خمسة وهيحطو لكم رابط فيديو تاني تحت الفيديو ده هتلاقوا رابط ليه كيفية تحليل المقدار السلاسي عشان اللي هو عنده مشكلة او ناسي او ناسي كذا يقدر استرجع لانه سهل جدا هو سهل جدا بس انه محتاجه ده الوقتي لا او التحليل بتاع لازم ان يزبط كده عددين حاصل ضربهم موجة بستة ومجموعهم سالب ثلاثة ده هيبقى ايه خلي بالنا لازم ان يكون فيهم سالب ثلاثة لازم ان يكون اكس نقص ثلاثة موجود فهو هتلاقي زهرة زهر لوحدة هو حتى لو انا مش عارف هاجي حلل لما اجي حلل هاجي زهر اكس نقص ثلاثة اه في البسط ويطلع يجي على المقام ده اسمه ايه بقى ده اسمه فرق بين مربعين فرق بين مربعين وما نقلقش من التحليل التحليل سهل جدا واسيب لكم فيديو لتحليل المقدار السلاسي وتحليل للفرق بين مربعين عشان نسترجع لان الفرق بين مربعين يحلل الى اهوت ونفتح قوسين بالشكل ده ونحلل المربع بنجيب جزة التربية يبقى ايه بقى ايه بقى ايه 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 ا لأسما تأكد عمالتي الصعب هتيجي هنا تحذف مين تحذف العمل السفري من البص وتحذف العمل السفري من المقام وتحط الدلة في أبسط صورة اللي هو إبقى اللي هو بعد التحليل هيسوي إبقى اللي هو limit بعد ما نختصر هتبدل إيه هتبدل إكس تقولي ثلاثة ويبقى هنا عندي كام البص إكس نقص اثنين وإيه اللي هو إيه إكس زائد إيه إكس زائد ثلاثة العملية اللي فاتت دي باستخدام الايه استخدام التحليل اسمها استقصال الايه المشكلة من المسألة هنا اختصرنا مين أو تخلصنا من مين من العمل السفري يعني انت لو عملتك كده هتبقى بتحلل وانت عارف عايز تتخلص من مين لو انت مش عارف الحتة دي قلتلك ما تقلاش خالص هتروح تحلل وهيظهر لك اللي هو المفروض العمل السفري حتى من غير ما انت تكون عارف ومش تفرق معنا طيب بعد ما استقصالت بقى العمل السفري من فوق لتحت من فوق لتحت نجي نعوض مرة تانية بقى نعيد الحركة تانية نعيد الحركة تانية اللي هو ايه بقى التعويض المباشر يطلع تلاتة ناقص اتنين على كم بقى على تلاتة زائد تلاتة يطلع بيسوي واحد على كم واحد على ستة يبقى هيا دي مين بقى هي دي النهاية ها طلعت النهاية عدد حقيقة يبقى دي نهاية نهاية الدلة طيب واحدة يسألني بقى ايه الفرق ما بين ما بين ايه ما بين السؤال اللي فات ده اللي هو عدد على صفر ده قلنا كمية غير ايه كمية غير معرفة الدلة اللي هنا ليس لها ايه ليس لها نهاية اقولك تعال الفرق بينهم بينهم في ايه بقى ان هنا المقام بس هو اللي طلع بمين طلع بصفر طلع بصفر معناه ايه معناه العمل الصفر هيبقى موجود فين بس هيبقى موجود في المقام بس يعني مش هيبقى موجود فين في البس فمش هقدر اختصر اختصر ازاي يبقى الحالة اللي فاتت دي اللي هو 28 على 0 28 على 0 ده معناه ايه ده معناه ان العامل السفري انا كنت هنا معوض بكام كانت الـ X تقولي 7 لو رجعت السبعة لو رجعت السبعة هنا هيبقى X ناقل 7 تقولي كام تقولي 0 يبقى معنى كده ترامى المقام بس اللي طلع بايه طلع بسفر يبقى العامل السفري موجود فين ويوجود في المقام فقط طيب هو موجود فعلا هو ظاهرة هنا المرة دي ظاهرة بس مش موجود فين مش موجود في الباست لان الباست طلع كام طلع 28 يبقى معنى كده ما فيش عامل سفري في الباست يبقى معنى يبقى كده مش هقدر اختصر يبقى كده مش هقدر اتخلص منه نهائيا يبقى كده مش هقدر اعالج الموقف والده اللي هنا بنقول ايه ليس الانهاء انما هنا في فرق مختلف فرق مختلف ايضا ايضا ده اللي طلع سفر على سفر وده قلنا عليه كمية غير معينة ده اللي قد يكون لا نهاية ليه بقى لان هنا ايه السفر موجودة فين في الباست وموجودة فين وموجودة في المقام كده بقى ايه معنى كده ان العامل السفري اللي هو سبب المشكلة موجود فوق وموجود تحت كده اقدر اختصر لما يظهر ظهرنا بمين اللي كشف هلنا التحليل من اللي كشف لنا العامل السفري بصا ومقاما التحليل طلع لما يكون ما تأكد ان العامل السفري اول ما يطلع سفري على سفر اتأكد ان العامل السفري ايه موجود في الباست وموجود في المقام لا يبقى الموضوع مخلص بقى استنى بقى نعمل ايه قالك لازم ان يكشف العامل السفري ده في الباست وفي المقام علشان نقدر نتخلص منه اذا كشفت العامل السفري زي ما عملنا كده بالتحليل وشيلت ده مع ده يبقى كده ايه تخلص منه بعوض مرة تانية اذا طلع لي عدد حقيق يبقى خير وبركة ايه النتيجة بتاعتي طلعت ويبقى النهاية بتاعتي هي كام هي واحد على ستة يبقى احنا كده عرفنا الفر ما بين الحالة اللي فاتت اللي هو عدد على صفر ليه ما لهاش نهاية لان لا يمكن التخلص من العامل السفري لانه موجود في المقام بس النما هنا يكون موجود في الايه موجود في البص وفي المقام هيظهر في البص ويظهر في المقام هشيلهم مع بعض وارجع عوض بقى تاني لو طلع النهاية الحقيقي يبقى هو ده نهاية هو ده نهاية الدلة وخلي بالنا الدلة هنا برضو ما لهاش كيمة الدلة دي ما لهاش كيمة دي النهاية دي النهاية دي الدلة طالما مقامها طلع بصفر من الاساس التعويض يبقى دي غير معرفة ولكن هنا فيه فرق ان الدلة ممكن تكون غير معرفة ولكن لها نهاية الدلة غير معرفة ولكن هنا زي ما شفنا لها نهاية طيب تعالوا ناخد مثال اخر علشان نشوف موضوع العمل السفر ده والتخلص منه باستخدام الايه باستخدام التحليل طيب ناخد مسألة تاني وزي ما بنقول كده ايه ناخد دلة من عمليات التحليل ده على اساس الايه على ادي هو السؤال اخر ما نغلاش لان هنا التحليل مهم جدا هنا عندي ايه عندي لمت لما اكس تقول ليه كام تقول لي سالي بخمسة وعندي هنا ايه اكس تربيع ايه ناقص كام اكس تربيع ناقص 25 على 3 اكس زائد كام زائد 15 طيب احنا قلنا من المسلمات بتاعتنا ايه قلنا من المسلمات ان انا عندي ايه نهاية يبقى تعود مباشر ونشوف الاول يعني ونشوف لو انشه راح اعمل حاجة ان لما اشوف التعويض المباشر الاول هيوديني الفين هنا يبقى كام هنا يبقى لي بالن خلال سالي بخمسة تربيع ناقص خمسة و ايه ناقص خمسة وعشرين على 3 في خمسة في سالي بخمسة ونعوض بسالي بخمسة زائد كام زائد 15 ونجل نحسب كده يبقى سالي بخمسة تربيع بخمسة وعشرين هنا ناقص كام هنا ناقص ايه خمسة وعشرين ده ناقص ثلاثة في سالي بخمسة بسالي بخمسة زائد كام خمسة طلع الناتج كام سفر على سفر الحالة دي خلاص بقى فهمناها سفر على سفر يبقى في عامل سفر يبقى في عامل ايه في عامل سفر في عامل سفر بسطا و ايه ومقاما يبقى ده قلنا عليها ايه خلي بالن فرقنا وقلنا دي كمية ايه كمية غير ايه كمية غير معينة كمية غير معينة في عامل سفر في عامل سفر هل ممكن اعرفه ممكن اعرفه هل لو ما عرفتوش في مشكلة لأ ما فيش مشكلة بس أنا لو عرفته يبقى أنا حددت المشكلة ولو ما طلعش يبقى عندي حاجة غلط هنا عندي إيه عندي إيه عرفه عاصة حدده خير وبرك هنا X تقول كام لسليب 5 أنا رجع السليب 5 تحت هنا في اليسار بإشارة مجابة يبقى عندي X زائد كام زائد 5 طبعا لما رجع الخمسة يبقى هنا كام يبقى هنا كام سفر هو ده بقى العامل السفر هو ده بقى سبب المشكلة كلها ده كده عايزين نكشفه ونتخلص منه نكشفه ونتخلص منه مين هنا بالتحليل هنا زي ما نقلقش هرصب لكم روابط للتحليل مع الفيديو ده تقدروا تراجعوا التحليل بسهولة جدا والتحليل سهل يعني هنا نيجي بقى هذه المسألة الأصلية تانية نرجع للمسألة الأصلية اللي هي X تقول ليه كان بقى لسليب 5 X تقول لي سليب 5 تعالوا نحلل على طول طالما معوطش يبقى المفروض تحط نهاية طالما معوطش بالX يبقى الدلة دي تكتب قدامها الجزئية دي يعني الجزئية دي تكتبها طالما لسه معوطش طالما الX موجودة يبقى المفروض الليمت قدام الدلة موجودة تعالوا بقى X تربيع ناقص 25 ده اسمه فرق بين مربعين اها فرق بين مربعين اللي هو جزر الX جزر الX تربيع X هنا وX هنا وال25 جزرها خمسة يبقى مرة موجب ومرة ايه ومرة سالب ظهرها ظهرها في الباص يبقى انا كده ماشي صحة يبقى فايدت ان انا حدد العمل السفر واعرفه قبل التحليل ان هو خلاص انا عرفته ولما بيظهر معايا يبقى ده دليل ان انا ماشي ايه ان انا ماشي صحة طيب بالنسبة للمقام 3X زائد كام 15 والفايدة دلوقتي ان العمل الايه العمل الصفر بتاعه هو X زائد خمسة يعني ممكن ماكونش عارف 3X زائد خمسة ده تتحلل ازاي بس ممكن ايه اه ممكن ايه اعرف الحل من خلال من خلال ان الحل لازم يطلع X زائد كام X زائد خمسة ماشي هنا بص الاقي ده عمل مشترك تحليل باخراج العمل المشترك برافو تعمل مشترك برافو جدا جدا ماشي ده عمل مشترك اللي هو اناخد 3 عمل مشترك يبقى X زائد كام X زائد خمسة ان احنا بنسم على 3 اناخد 3 عمل مشترك ونسم على 3 يبقى فيها الاي بفال X جوه الكوس وفيها 15 على 3 فيها لايه فيها الخمسة كده ظهرها ماشي بعد ما عملت التحليل كشفت العمل السفري بمين بالتحليل كشفتها ظهر كده يبقى انا كده ماشي صحيح يبقى انا كده صحيح ظهر عندي X زائد خمسة وظهر عندي X زائد خمسة قبل ما عوض قبل ما عوض احط النتيجة في ابسط صورة قبل ما عوض اهو اهو قبل ما عوض لا وعوض تعرضون ما فيش مشكلة بس كده يبقى شكلها احسن اهو يبقى هنا يبقى هنا بقى لي كام X نقص خمسة وهنا بقى لي كام بقى لي ثلاثة بعد ما اخلص العملية الجراحية دي كلها بعمل ايه تاني يبقى عندي هنا ايه بعوض تعويض مباشر يبقى دا بيساوي تعويض مباشر بسالب كام بسالب ايه بسالب خمسة عوض مباشر بسالب خمسة يبقى دي سالب خمسة وبعدين سالب خمسة وبعدين على كام على تلاتة طبعا سالب خمسة سالب خمسة بسالب عشرة على تلاتة الحمد لله كده تدل ايه كده تدل طلع لها نهاية يبقى دي نهاية ايه دي نهاية تدل يعني واحد كده حالته مائوسة يعني زي كده واحد كان عنده حالة مائوس منها لا انا علقت الموضوع واستقصالت مين واستقصالت المشكلة اللي هو العمل السفري بعد استقصال العمل السفري ده اصبحت الدالة في ريش هوت وعوضنا تاني طالع ان ده هو ايه هو نهاية الدالة يبقى احنا كده عارفنا ايه عارفنا ان انا عندي اما اجيب النهاية ان خطوات معينة كده ثابتة اهو تعويض يبقى اول خطوة ايه تعويض اول خطوة ايه تعويض طيب التعويض ده ممكن يطلع لأيه عدد حقيقي عدد ايه عدد حقيقي يبقى كده انجزنا المهمة وهو ده الايه وهو ده النهاية طيب لو طلع عدد على ايه عدد على صفر عدد على صفر يبقى كده ايه ليس لها ايه نهاية ليس لها ايه نهاية وكده برضو انجزنا ايه اجزنا المهمة ليس لها نهاية وكده المهمة خلصت يبقى تعويض مباشر ويطلع عدد حقيقي المهمة انتهت وصلنا للنهاية طيب عدد على صفر يبقى كده ليس لها نهاية وبردو المهمة خلصت طيب لو طلع بقى ايه لو طلع عندي صفر على صفر لا المهمة كده لسه ما انت انجزتش يبقى معنى كده في حاجة اسمه عمل صفري في تخلص منه وتخلص منه ويطلع الدلة في قبصة صورة نعمل تعويض تاني نوصل لمن نوصل للنهاية ويبقى كده برضو المهمة انتهت يبقى عند ليس لها نهاية من الممكن ان يكون ممكن على فكرة بعد العمل الصفري برضو ممكن يطلع عدد على صفر ممكن يطلع عدد على صفر لا طبعا العمل الصفري دايما مش عدد سالب من الليل كده العمل الصفري بيعتمد يعني مثلا ايه العمل الصفري انا بقدر اعرفه من السؤال يعني ايه بشكل عام لو انا عندي الاجس تقول لعدد اسمه ايه ايه ان كان العدد دا عدد اسمه ايه لو الاجس تقول ايه هنا برجع ايه دي بشارة مقالفة هنا فبعرف ايكس نقص الايه هو اللي يقول كام هو اللي يقول الى صفر ايه ان كانت الايه بقى كام يعني دا هو العامل الايه العامل الصفر العامل الايه الصفر يعني مثلا هقولك على مثال يعني لو الايكس نقص ثلاثة بقى ايه لو الايكس تقول لتلاتة لو الايكس تقول لتا كام ليه تلاتة يبقى العامل الصفر بتاعه كام يبقى العامل الصفر دا هنرجع الايكس ويبقى ايكس نقص ثلاثة هو يقول كام يقول سفر يا طيب لو الايكس مثلا تقول لسالب عشرة هنرجع السالب عشرة هنا ويبقى عندي الايكس هتبقى بالموجب وعندي الايكس زائد عشرة هو اللي يقول كام هو اللي بيسبب عندي في الام عكس اشارته طبعا يعني هو اللي هو الايكس دا اقول لتسعة يبقى العامل الصفر على طول هو ايكس نرجع 9 بالسالب يبقى سالب 9 تقول لمن تقول لسفر لو عندي مثلا X تقول ل 15 يبقى هنا عندي العمل السفري هنرجع ل 15 يبقى نقص 15 وهو ده اللي يقول لكام يقول لسفر اها يعني الموضوع سهل جدا X مثلا زائد 7 أو X تقول لكام X تقول لسالب 7 X تقول لسالب 7 يعني كده X تقول لسالب 7 يبقى العمل السفري كام هرجع لسالب 7 دي بالموجب يبقى X زائد 7 هو ده هو اللي يقول لمن يقول لسفر ويجب التخلص منه يبقى معنا كده انا اه وانا قلت لكم خلي بالكم ان انا اعرف الحتة دي وحدة للعمل السفري مش هتفرق معي في الحل لو انا اتبعت الخطوات انا لما بعرفه خلاص بعرف كده الحل بتاعي رايح فين وجاي منين وبقدر ايه وبقدر اعمل الحل طيب ناخد بقى مسال تاني ناخد مسال تاني ناخد مسال تاني على اساس ان احنا ايه نحل طيب عندنا هنا سؤال اخر بيقول ده تقريبا رقم 10 بيقول عندي ايه عندي لميت لما اكس تقول هوت لسلب 7 اه اكس تقول عدد سالب اللي هو سلب 7 يعني لو فيه عامل سفري اقدر اعرفه من دلوقتي ارجع السبعة يبقى ايكس موجب سبعة تقول لسفر خلاص عرفتها حتى احتياطي لو الناتج طلع سفر على سفر يبقى ما محتاجش العامل السفري الا لو الناتج عندي طلع سفر على سفر ادي 18 اكس اه نقص 1 ايه نقص 2 وهنا اكس تربيع اكس تربيع زائد كام اه ضرب على اكس نقص كام نقص 21 طبعا لما نيجي نعوض خلاص انا دلوقتي لاعوض هيطلع الناتج سفر على سفر اعتبروا اننا نعوض ويطلع الناتج سفر على سفر اه حتى يعني لو نعملها سريع كده يبقى 2 في سالب 7 تربية هوت زائد 11 في سالب 7 نقص 1 وإيه نقص 21 على سالب 7 تربية زائد 4 في سالب إيه في سالب 7 نقص إيه نقص 1 وإيه نقص 21 احسب كده وكمل حساباتك هيطلع الناتج 0 على إيه 0 على 0 يبقى مين العمل السفري بقى عصي عرفه عرفه أها أنا بقولك عصي عرفه يبقى دليك مش عصي عرفه وخلاص عاوزين نعرفه أها يبقى الأكس تقول لي كام لسالب 7 طيب أنا معرفه بقى هتديه تفايدته إيه لما رجع دي يبقى العمل السفري أكس زائد 7 تقول لي كام تقول لي 0 هقولك بقى إيه هقولك لأ بقى إيه أكس زائد 7 ده العمل السفري الأكس زائد 7 ده اللي هو العمل السفري هقولك بقى لما تعرفه ممكن يفيدك في ايه ممكن يفيدك في ايه لما تعرفه تعالى كده هنا لما لما تعرفه ممكن تستفيد بي ازاي قالك واحدة يقولك تبقى تستفيد بي ازاي قالك ثلاثة هقولك تعالى هقولك ممكن يساعدك في التحليل وواحد يقولي ازاي هل عامل سفر لما عرفه ممكن يساعدك في التحليل اه ممكن يساعدك في التحليل لو انت مش عارف تحلل ممكن يساعدك في التحليل طيب ازاي يساعدني في التحليل هقول لك تعالى ماشي وأنا دروتي متأكد إن المقدار ده أحد التحليلات بتاعته أحد الأقواص بتاعته لازم أن يطلع كام لازم أن يطلع X زي السبع يبقى خلاص أنا مش عاوز التحليل أنا هوت 2X تربية ناقص 11 زي 11X ناقص 21 أنا مش عاوز أحليلها ده مقدار سولاسي غير بسيط مقدار سولاسي غير بسيط ومتعب شوية في التحليل طيب أنا لما عرفت العمل الصفر ده إزاي يقدر أستعين به إزاي يقدر أستعين به نبقى بالتحليل في استخدام العمل الصفر القص اللي أنا عملته ده كده هقول لك تعالى أهو اعمل قصين مقدار سولاسي أهو وهنا برضو مقدار سولاسي لإيه إلا يطلع قصين ماشي هنا بقى خليه يساعدني في التحليل لما بعرفه بستفيد حاجتين عرفت أنا عرفت أنا عاوز أخلاص من مين وممكن يساعدني في التحليل إزاي أشغل مخ بقى كده وهقول لك تعالى يساعدك إزاي هقول لك تعالى لازم أن يكون القص اللي فوق فيه إكس إزاي السابعة يعني معنا كده أنه أنت ممكن تستخدمه وإنت متطمن ومتأكد مليون في المية أنه فيه قص من قصين هيبقى إكس إزاي السابعة ده فائدة أن أنا عرفه وهنا برضو متأكد مليون في المية يبقى هنا ممكن إيه ممكن أستفيد بيه أستفيد بيه إزاي بقى يبقى ما هو أكون متأكد إنه قص من القصين ده تحليل إكس إزاي السابعة فظل لك أنت تكمل عليهم القصة التانية إزاي يقول لك أهو ثلاثة أقول لك تعالى أنت عاوصت حلل إكس التربيع دي اللي هي اه ليه اتنين اكس تربيع طب اتنين اكس تربيع هتبقى كم في كم هتبقى كم في كم اه اكس في كم عندك اكس يبقى اكس في كم اكس يبقى اكس في اتنين اكس اهو حلت ال اكس تربيع طيب تعالى السالب واحد وعشرين موجب سبعة في كم سالب سالب واحد وعشرين المفروض تبقى موجب سبعة في كم بقى في كم موجب سبعة في كامل دين سالب واحد وعشرين يبقى سالب تلاتة كده التحليل مزبوط مية في المية مزبوط مية في المية مزبوط يبقى انا دلوقتي خليت العامل السفري يكمل التحليل استخدمته ككوس من الكوسين تعالى هنا بقى المقدار اللي تحت هنا انا كنتش عارف ايه هنا اكس تربيع معناها الاكس في ايه الاكس في اكس طيب عندي هنا الايه موجب سبعة وبرده سالب واحد وعشرين يبقى بكام يبقى سالب تلاتة يبقى انا كده استفدت استفدت ان هو كملي استفدت بي ان هو كملي التحليل لانا ممكن مثلا ايه ممكن اطلع مش عارف الحاجة يبقى تنبأت بالتحليل باستخدام كوس من الكوسين كتحليل لان انا متأكد انا كده متأكد كده اعمل ايه كده بعد كده انا خلاص المهمة انكسد كده ويبقى عندي ده هيبقى ايه نحط الليمت طول ما انا معوضتش انا بحط الليمت اكسي تقولي سالب سبعة وهنا هيبقى اتنين اكس نقص ثلاثة وهنا ايه وهنا اكس نقص ثلاثة ثم معوض بعد كده بكام بقى بسالب سبعة يبقى اتنين في سالب سبعة نقص ثلاثة على سالب سبعة نقص ثلاثة هيطلع هنا سالب اربعة عشر نقص ثلاثة على سالب كام؟ على سالب عشرة وهنا يبقى سالب 17 على سالب 10 شيل السالب مع السالب يطلع 17 على 10 وكده جبت النهاية وشوفتوا بقى لعبة لعبة اننا لما بحدد العمل السفري اقدر احطه كاكوس من الكسين في التحليل وكمل عليه وانا متأكد ان الحل بتاعي سليم طيب كده يبقى احنا عرفنا قصة التحليل وقصة العمل المشترك والتخلص منه لو طلع الناتج امتى سفر على سفر عندنا دي طريقة التحليل عندنا طريقة تانية كده عندنا طريقة القانون عندنا القانون بقى قانون بقى اللي هو مين اللي هو مسائل محددة كده مسائل الشاطر اللي هو يصاد المسائل ده القانون فيه عندي قانون لإيجاد النهاية فيه عندي قانون بس ده بيبقى المين بقى القانون ده بيبقى ممكن يطبق على بعض مسائل التحليل يعني قانون اللي انا هقوله ده بيقول للمت للمت لما الاكس تقول لعدد ايه ده كده ليه شكله مميز كده اللي هو اكس اس ام اس ناقص ايه ناقص ايه اس ايه على اكس اس ايه اس ايه اس ايه اس ايه اس ايه اس ايه هنا بقى هنا بقى تلاحظ القانون ده شكله مميز وبتكلم على حاجة معينة كده انا المفروض بعرفها حالة مميزة حالة مميزة بتتعرف بالهوى كده القانون بالشكل ده قالي لو انت عندك النهاية اللي هو اكس تقول ايه ايه ركز في المقارنات كده ده ايه صح هو نفس العدد ايه ده هو نفس العدد ايه ده يعني قانون لازم ان يكون كده قانون لازم ان يكون هنا مش دي ايه هي دي برضو ايه وهي دي برضو ايه وخلي بالنا هنا كمان لحظ ملحوظة تانية رقم اتنين ان القس في البس هو نفسه القس يبقى القس في البس هو نفس القس القس في المقام هو نفس القس قال لي خلي بالك من النقطة كمان وهي ان الاشارة دي سالب يعني لو مجب لا ده قانون قال لي بقى القانون ده من غير بقى تحليل ولا صفر على صفر ولا الكلام ده قالك ده بيساوي الام على الان اللي هو القس اللي موجود في البسط على القس اللي موجود في المقام ماشي وهنا مضروبا في العدد اللي هو A S M ناقص ال N ماشي نركز بقى في القانون ده ده القانون ده مساء له بتبقى عاملة ازاي القانون ده مساء له بتبقى مميزة القانون ده مساء له بتبقى مميزة اللي هو X تقول مثلا كام X تقول لاتنين دايما القانون ده بيساعدني لما بيكون عندي X فرق قيمة عددية يعني ايه بقى يعني مثلا يجيلي كده يقولي ايه X 5 ناقص 32 على X 3 ناقص 8 مساء للقانون دي لها شكل مميز مساء للقانون بتبقى يبقى limit X تقول لمن تقول لإيه وهنا بيبقى عندي X ناقص A ناقص عدد X ناقص عدد و X ناقص A و X ناقص عدد أول ما تلاقي سؤال بالشكل ده على طول أعرف أنه قانون أعرف أنه تحل باستخدام القانون هنا عليك أن أنت تعمل تخلي X X X X X X العدد ده تخلي A X 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 MOE TANI ازاي? اقول لك تعال هنا القانون بيفيدني لما بيكون القس كبير نقص عدد. يعني القانون ده او مسائل القانون لشكل مميز. اللي هو ايه بقى? ايه نقص عدد? على ايه نقص عدد. طيب ايه علشان نحل استخدم القانون? لا ما اقدرش استخدم القانون كده. قال لك طب استخدمه ازاي? قال لك اضبط الايه? الشكل بتاع القانون. ايه وينه? اكس اوسي كام ايس اوسي خمسة? يبقى العدد ده لازم ان يتزبط يبقى كام? لازم يبقى 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 يتزبط يزبط ايه? بنفس القس يعني العدد ده لازم يتحول لي مين? للاتنين ولازم ان يطلع اوسي خمسة كمان. يعني طب جرب كده هتلاقي mashed32 يتم تحوله الى اتنين اوسي كام? اتنين اوسي خمسة اتنين اوس성이 جرب كده يبقى اتنين وتلاتين يتم تحوله الاتنين قس كام لاتنين قس خمسة هنا بقى اكس قس كام اكس قس تلاتة هنا عندي كان بقى التمانية التمانية ده لازم نحوله ولازم ان يطلع كام ده لازم ان يطلع كده اللي هو كان بقى اللي هو الاتنين تبقى ليه قس تلاتة ترجع كده فعلا تكتشف ان التمانية اتنين قس كام اتنين قس تلاتة كده بقى يبقى انت كده عملت عملت القانون القانون بيقول ايه القانون بيقول ان ال اكس دي هي ال اكس دي ال اص في البص نفس ال اص ال اص في المقام نفس ال اص ناشي يبقى الناتج بتاعي ال اص بتاع البص اللي هو ان ال ام على ال اص في المقام اللي هو ان ماشي مضروبة في العدد ا ماشي اص ام ناقص ال ا ناقص ال ام ماشي كده تقدر تحط ال ا تحط الناتج اللي هو ال اص في البص خمسة على ال اص في المقام كام 2 مضروبة في العدد المقام اللي هو الوصف المقام 3 في العدد 2 وص 5 ناقص كام ناقص 3 هيطلع عندي كام بقى هيطلع عندي 5 على 3 فيه 2 وص كام بقى 2 هيطلع عندي كام بقى معك الالة الحزبة تقدر تحسيبه بسهولة جدا وهنا يبقى 2 في 2 بكام ب4 طبعا الاربعة دي على واحد يبقى الناتج بيساوي خمسة فاربعة بعشرين على كام على تلاتة كده المسائل اللي زي دي لازم يعني بتبقى معروفة يعني زي ايه مسلا تعالوا كده نشوف سؤال اخر اها سؤال اخر وسؤال القانون ده معروف نحفظ القانون ونحول المسألة ادي اكس تقول كام لتلاتة ادي اكس والاربعة ناقص عدد القانون بيكون كده اكس ناقص عدد وهنا اكس ناقص ايه ناقص تكعيب ناقص عدد هنا علشان يطلع القانون مظبوط لازم ايه بقى لازم تعالوا يبقى القانون بيبقى معروف من القانون تقدر تحل من المسألة يعني انا لو قلت كده عندي ايه عندي اكس والاربعة تعالوا بقى الرقم ده يتحول يبقى كام يبقى 3 أس 4 طب هل 3 أس 4 بواحدة تمانين تروح تأكد يبقى ده فعلا 3 أس 4 وهنا X 23 27 تتحول ل 3 أس 3 كده بقى شكل القانون مظبوط تحط النتج بتاعك M على N مضروبة في العدد A أس M نقص ال N يعني لو طبقت الكلام ده القص هنا 4 فوق وتحت 3 والعدد هنا كام 3 ويبقى 4 نقص كام نقص 3 معك ألا حسبة أو تكمل بحسابات يدوية كده 4 على 3 في 3 أس كام أس واحد طبعا 4 على 3 في 3 أس واحد يعني بتلاتة وتروح تلاتة فوق مع دي المقامة واحد يبقى تطلع النهائة بتاعتك كام باربعة تقدر تحط القانون وتقدر تحط القانون وتحسب بالقال على طول من أول ما تحط ناتج ناتج القانون يبقى احنا دلوقتي شفنا إزاي نجيب نهاية الدلة باستخدام التخلص من العامل الصفري باستخدام التحليل وإزاي نجيب نهاية الدلة باستخدام القانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر